بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضايا ومضت على إرادتك الأشيا فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع للملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقل وألم بي ما قد بغضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر أني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكاوت وأذقني حلاوة الصنغي فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ضغت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هماء وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم ودى المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين